بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم الحلقة الخامسة من سنكمل دلوقتي في حصر الكميات احنا كنا خلصنا في الحلقات اللي فاتت كل ما هو ليه علاقة بالساب استراكشور والسوبر استراكشور والبريكس وكل الفينيشين في الحلقة دي هنحاول نكمل باقي الاعمال الخاصة بالكوينت سيرفيينج واللي هي هتكون مين لي الساب كونتراكت او اعمال الساب كونتراكترز في العادة اعمال الساب كونتراكترز انت بتجيب اسعار او كوتيشنز من ساب كونتراكترز وتخصصين او سبيشيليست وبتبدأ تحط لزمة الربح بتاعتك عليها وتحط وتضيفها على الكوست استراكشن بتاعك اللي بتعمله للمشروع بحيث انك تطلع بودجت بالكامل ده اللي هيتم وده اللي مفروض انت بتشغل عليه اه اه انت عادة بتخلص كل ما هو سيبل وورك وبتدي الشغل الخاص بالساب كونتراكترز اه الاسبيشيليست عشان يصعره لك لكن احنا هناخد نبزة بسيطة عن ازاي تقدر تصعر اعمال الامي بي او بعض اعمال الاسبيشيليست او بعض اعمال الساب كونتراكترز اه على سبيل ان انت اولا تبقى عارف الاسعار اللي حدي لك من الساب كونتراكترز منطقية ولا لأ وفي نفس الوقت انت تقدر بنفسك تعمل اه استيميشن انهاوس بحيث ان انت اه تقدر تسرع بنفسك عملية التسعير وزي ما قلنا ان انت بقى عندك او تقدر تقدر الاسعار اللي حدي لك من الساب كونتراكترز هي منطقية ولا فيها اه مغالاة طيب حنبدأ دلوقتي نشوف ازاي نقدر نسعر اعمال الالكتروميكانيك او الامي بي عادة في المخاططات بتاعتك لو جينا لو جينا نبدأ حاليا في الالكتريك بتفتح مخاطط الالكتريك هتلاقي ان هو بيحدد لك اشكال او اماكن الالكتريك بتاعك او اللايتس بتاعتك واماكن الباور بتاعتك على المخاططات اه تقدر تستعمل المخاططات ديت في انك تبدأ يدخل الدياتا او ان انت بطريقة اسهل من كده ان انت بتروح على اللوت سكيدول بتاعك اللي على اللي بتستلمه من ضمن التندر دوكومنت عادة اللي بيسعر او اللي بيعمل كونت سيرفيير للامي بي بيكون كونت سيرفيير الخاص بالامي بي طيب مجرد بتفتح اللون سكيدول بتاعك الخاص بالمشروع بتلاقي في بعض التعريفات وبعض الااا الااا انت بيهمك في بعض الدياتا اللي هتخدها منه اولهم هي اعداد اللي موجودة في الجدول بيعرفك هو اللايتس ديت عبارة عن ايه لايت ميت وقت اربعين وقت عشرين نوات كل واحد بيدي لك اا اعداده اا بيحدد لك مكان اا كل لايت تمام لو فيه كمان باور بيحدد لك الباور بتاعك اعداده ايه ومكانه او اماكنه ايه اا بيعرفك بيعرفك كمان حتى انواع اللي متوصلها باللايتات ديت ازا كان اتنين ميلي ونص او ستة ميلي او او اربع ميلي وتفر نفس الموضوع بيعرفك كمان على الباور ان الاسكيدول ده بيخدمه الديبيهات الموجودة في الشؤق ديت اا بيعرفك ان هو جاي 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 جايب الباور بتاعه من اي ساب من دي بي اللي موجود في اا اللي في الدور اللي على كل فلور او ازا كان موجود في اا اول المبنى دي كلها داتا بيعرفك عليها انا زي ما قلنا ان انت لا طالما ان انت بتشتغل سيفل او انت مين دي سيفل ما بتكونش متخصص اوي فحننعرف بس ازاي نقدر ندخل داتا بسيطة للسيمس هيبدأ هو يحللها ويسعر او يدي لك كمان كميات اللي انت محتاجها علشان تقدر تسعر بيها المشروع وبمعنى اصح هو كمان هيسعرها لك لما هتدخل له بتاعت المتاريير ده ازا حبيت ان انت تعمل او لأعمال الام اي بي طيب الكلام ده هيتم ازاي? لما بتدخل على بتروح للام اي بي بتلاقي جداول آآ خاصة بالام اي بي عندك الالكتريكال الساناتري الفاير سيستم الاير كونديشن هنبدأ دولاتي بالالكتريكال زي ما احنا مشغلين آآ هتلاقي ان هو مقسم هالك كالاول برضو زي ما قلنا قبل كده عدد الادوار لحد دول الميزانين اللي هو هتلاقيه اتنين زي ما هو هتلاقي قبل كده ازا انت مش عايزها اتنين وكانت كل دور لي آآ اعداد آآ محددة حط واحد وكمل في الباقي لما تنزل تحت هتلاقي الاجزاء الخاصة بالتبيكل تقدر برضو لو لو التبيكل كل زي بعض بتكتب خمستاشر وتعمل الاعداد لدور واحد وهو بيكرر ازا كانت الاعداد مختلفة بتحط واحد وبتبدأ تعمل الاعداد آآ تجمعها بالكامل يعني لو دور في دور في مية ودور التاني في مية وخمسين ودور التالت في تلتمية بتجمعهم مع بعض وتحط الرقم ده مرة واحدة او ان انت زي ما قلنا ان احنا بنحط الفلور عدد الفلورز وبتبدأ تحط الاعداد لدور واحد طيب ايه هي الاعداد اللي انت هتحتاج تضيفها لو بصينا في هنا هتلاقي مين لي انواع اللي انت بتحتاجها في المشروع او في الدور هتلاقي عبارة هتلاقي حاجة اسمها لايت اساسي عادة للي آآ حابب يعرف بيكون في لكل مكان او كل غرفة في مين لاين جاي من السويتش على لايت رئيسي بعدين بيبدأ يوزع لو انت عندك آآ آآ في غرفة واحدة مسلا اكتر من اضاءة زي التلات اضاءات رئيسية او اضاءتين آآ مثلا نجافتين او تلات نجافات بيكون في سويتش او مين لاين رايح لاضاءة واحدة وين بيطلع منه آآ على الاضاءات التانية آآ افرع فرعية فبيكون في واحدة مين وبيكون في اديشنال عليها فانت كل اللي بتعمله ان انت بتعرفه انت انت عندك كام اضاءة مين مسلا في الشقة او في الدور وبيطلع مين لهم كام واحدة فرعية اللي في نفس الدور تمام? وحسب نوع الاضاءة ممكن بيعندك الاضاءة دي بتختلف آآ نوعها او سعرها او فبالتالي بتحط مسلا انت عندك نوع مسلا بتاعه بمية جنيه او بمية درهم او بمية دولار عندي عددهم آآ الرئيسي التلاتين والفرع مسلا كل كل واحد رئيسي بيطلع منه كمان اتنين فرعي فبالتالي انه عندي كمان فرع مسلا ستين طيب هتلاقي حاجة هني بيقول لك رقم هنا بتكتبه اللي هو بالمتر يعني المسافة بين ده ده كمتوسط يعني انت عندك مفروض ان في كل شقة في آآ روحة توزيع او بيطلع منه على كل رايح في الشقة فبالتالي انت بتحسب طول متوسط من اول ما يبدأ الدي بي لحد اللايت بتلع خمسة متر عشرة متر خمستاشر متر بتحسب الطول التقريبي وبتحط الطول ده طيب الطول بين كل والتاني احنا قلنا نفيه لايتات فرعية فبالتالي تحتاج تحط طول الواير او طول المسافة بين كل والتاني هنفترض ان احنا عندنا اتنين متر او تلاتة متر تمام بتحط هنا كمان ايه الواير اللي طالع من من الدي بي للمفتاح او للسويتش لحد ما يوصل للايت نفسه بتعرفه الواير ده سمكة ايه زي كان تلاتة ميلي او اربعة ميلي او ستة ميلي وتفر بتحط هنا الرقم تمام والواير بتاعه اللي بتوصل به الارقم دي هتجيبها منين قلنا الاعداد دي انت بتجيبها من الاعداد اللي موجودة زي ما زي ما قلنا قبل كده الاعداد دي موجودة هنا بالتفصيل لكل شقة تمام الوايرات مقاساتها موجودة هنا ادي الواير الرئيسي انت بتفترض انت بتتكلم على اللايتات دي بتحط اعدادها ونفترض مسلا ان انت عندك هنا اتنين لايت رئيسي وطالع منهم ستة اه فرعي فبالتالي بتدخل اه بتعرف هنا ان في اتنين وفرعي بتاعهم ستة بتجمعهم مع باقي اللايتات اللي موجودة في الدور اللي موجودة لان الجدول ده متكرر لكل مفروض لكل دور الدور ده او الجدول ده موجود لايه للشقة الواحدة في الدور احنا عندنا اربع شوق زي ما احنا شايفين اهو فكل شقة فيها كده فبعنى كان انت الارقام دي بتضربها فاربعة تمام او ان انت بتحط كعدد ادوار او عدد تكرار اربعة وتبدأ تدخل ده مرة واحدة طيب عندك هنا نوع اللايت ده اه اتنين رئيسي مسلا وستة فرعي نوع اللايت التاني ممكن تعتبره اربعة اه رئيسي الاربعة دول ممكن منهم اتنين رئيسي واتنين الفرعي بتشوفهم على المخطط الدول ممكن يكون برضو منهم اتنين رئيسي واتنين فرعي طالما ان هما في مكان واحد عادة لما بيكون اللايت في نقطة في مكان واحد بيكون منهم واحد رئيسي والباقي فرعي فمسلا لو جينا نشوف دي كلها مكونات دي بي كل كل موجودة جوة دي بي حنشوف حنفهمها ازاي تي من الحاجات اللي بتهمنا في الجدول من الحاجات المهمة اوي في الجدول هي طبعا عدد اللايتات زي ما قلنا بنبدأ نعرفه هتلاقي هنا او الاريا الموجود فيها اللايت طيب مسلا ناخد مسال دلوقتي ونشوف حنبدأ نعرف على الداتا الموجودة جوة او ازاي زي ما قلنا ان الجدول بيعرفك اليونتز او الكمبوننتز بتاعت الدي بي بتاعت الكل شقة بيقولك هنا ان الجدول ده خاص بالشقق دي الاربع شقق دول اللي في الدور احنا زي ما قلنا دي الشقق الدور عندنا تريد ما فيه اربع شقق اه فبالتالي ان دي مكونات دي بي او دي سيبروشن بورد الخاصة بي اليونتز ديت وجاي من الساب من دي بي اللي موجود في نفس الفلور مع كلا بندخل نشوف اعداد اللايتات اللي عندنا في الدي بي هتلاقي ان كل كل دي هي اللايت الاعداد اللي هنا دي اعداد اللايت تمام في النهاية طالع عندي ستة آآ لايتات رئيسية وخمسة وعشرين لايت فرعي فزي ما شفنا فده بندخله ازاي ده زي ما قلنا ده الدور الواحد فلو انت عندك ده هيتكرر في الخمسة وعشر دور او في او في فزي ما قلنا ده هيتكرر معاك في اول آآ دورين بتدخل هنا دورين وبتبدأ تقول له هنا انا عندي ستة آآ رئيسي وعندي خمسة وعشرين فرعي تمام طيب المسافات بين اللايت والدي بي بنشوفها من على الدرون بنشوف اللوحة بتاعت اللوبس بنشوف مكان الدي بيهات الموجودة في كل شقة ولتكن دي اماكنها عند المداخل واماكن اللايت الموجودة في في كل شقة بنشوف تقريبا في الشقة الوحدة او الفلات الوحدة المسافة بين الدي بي ومتوسط او الطول المتوسط لللايت لان مفترض ان الدي بي ده بيروح بيروح منه الوائر للسويتش وبعدين لللايت وواير تاني من اللايت للدي بي على طول فبيبقى فيه آآ لوبس بتتحرك من وإلى الدي بي لكل لايت آآ في لايت بعيد ولايت قريب فبالتالي بناخد الطول المتوسط من الدي بي لللايت وبنحطه في الجدول زي ما قلنا في المكان ده بنحط كمان المسافة بين اللايت واللايت اللايت الرئيسي واللايت الفرعي برضو من زي ما بنشوف على المسافة اللي هي من هنا لهنا مسلا او من هنا لهنا مسلا برضو بناخد طول متوسط تقريبي ده بيتكرر بعد كده لكل الشقة نفس الحكاية باللوبس برضو اللي بتوصل للحمامات والتواصلات اللي بينهم من السويتش لللايت لامور دي كلها بناخد الاطوال المتوسطة زي ما اتفقنا وبندخلها للسي ام اس تمام عرفنا الاعداد بنجيبها منين اه ازا في انواع تانية للايت زي النوع اللايت بتختلف من نوع لنوع بناء على سعره وبناء على وبناء على الاطوال بين اللايت وبعدها تمام يعني ممكن ندخل هنا اللايت الخاصة مسلا بالغرف هنا ندخل اللايت الخاصة بالحمامات خاصة بمطابخ وهكذا اه ازا في عندنا ازا فيه آآ آآ نجف ده طبعا عشان بيختلف سعره وبتكون قواته اكبر بندخلها وبرضو ده منين موجود موجود في في الجدول هنلاحز هنا مسلا هنا الشاندليارز مسلا هنا دي مقساتها او دي اعدادها ازا كانت موجودة هنا ما عندناش عندنا بس اللايتات اللي احنا اتكلمنا عنها تمام بعد كده بنروح على اللي هي الباور فلو بصينا على مخاطط الباور اللي هو برضو بيطلع منه آآ الديبيهات هنلاقي انه هنلاقي ان هنا اماكنة السوكتس اهي بنعرفه برضو عددها من اللي موجودة في الجدول والمسافات برضو من الديبي لحد السوكت المتوسطة عادة برضو في كل غرفة بيكون في آآ واير رئيسي او توصيل رئيسي من الديبي للغرفة لسوكت واحد في الغرفة وين بيطلع من السوكت ده تفريعات لباقي السوكتس الموجودة في الغرفة فبالتالي في سوكت رئيسي والباقي السوكت الموجودة في جوه الغرفة بتكون سوكتات فرعية فلو جينا نشوف الكلام ده على الجدول هنلاقي ان احنا عندي انا مسلا في غرفة في اربعة سوكت معنا كانت بيكون فيه منهم واحد رئيسي والثلاثة فرعيين كل غرفة فيها اعداد بيكون منهم واحد رئيسي والتاني فرعي. فادي الاعداد كلها. فبيكون الرئيسي بتاعك هو العدد ده اللي هو سبعة لانهما عدد سبعة غرف هنا. منهم يعني بالاجمالي هما خمسة واشرين منهم سبعة رئيسي والباقي اللي هو تسعتاشر هيكون فرعي. فبتدخل الاعداد دي زي ما هي موجود. عندنا فين الكلام ده موجود في السوكت. هي ان احنا عندنا سبعة رئيسي والباقي اللي هو تسعتاشر هيكون فرعي. المسافة من الدي بي هتقولنا برضو نهي 11 متر. المسافة بين السوكت والتاني تقريبا اربعة متر. وهكزا. ده بالنسبة للسوكت التلاتاشر. لو في عندنا سوكت خمستاشر اللي هو بيكون عادة في المطابخ. بنحطه. ازا كان موجود. اه لو في عندنا هيتر كمان بنحطه. زي ما احنا شايفين هنا في الجداول. عندنا الهيتر هنا بنشوف كم هيتر عندنا في في الشقة او في الدور. حسب احنا بنشتغل لوقتي على دور ولا على شقة. تمام? وهكزا بنشوف برضو المسافة. المسافة بين الدي بي والهيتر ده الدي ايه? بناخد برضو اطفال متوسطة. نفس الموضوع بالنسبة للمكيفات. عندنا ايه انواع ايه نوع المكيفات الموجودة عندنا وبنحط عددها وبنحط برضو توصيلات او مسافة المسافة بين الدي بي والآآ الباور بتاع التكييف. تمام? عادة اطوال او ديامتر بتاع الوايرز ما بتغيرش. ازا تغير تقدر تدخل الاعداد او الوايرز بتاعتك من حسب المواصفة بتاعتك. تمام? مجرد انت ما بتدخل الكلام ده بيبدأ هو يحسب لك كل انت مدخلش هنا حاجة الا ازا احتاجت. المكان ده كله انت مش بتدخل فيه اي حاجة الا ازا احتاجت. هو هيحسب لك الوايرات بتاعتك كلها اطولها بالكامل لكل دايمتر. تمام? هيحسب لك كمان اللي بتمشي فيه الوايرات اللي انت هاتاجت تحطها جوه او جوه او تحت الارضيات. هيحسب لك اعداد انت بتiyoruz بالحيط هحسب لك اعداد اللي بتحطها في الاسلبات. اعداد السوكتات بالكامل في الاخر بتدي لك اعداد نهائية للفلور الواحد طالما ان انت شغال على فلور. والاعمال والاعداد النهائية لو انت شغال لو لو كان انت لو بحسب لك على تنين فلور ما انت مدخله هيدي لك العدلة النهائية الجدول دابل كامل. لما بتدخله الاسعار طبعا بتاعت كل من دول. يحسب لك بتاعه. نفس الموضوع اللي انت عملته في الادوار اللي تحت لحد الميزانين حتكرره تاني لحفي الادوار المتكردة. بالتالي الجدولين دول متخصصين فقط لاعمال الاضاءة والباور. تمام? او او السوكتات. اعمال الاضاءة والسوكتات. بتحتاج بعد كده اتعرفه على الدي بيهات. كل دي بي مكوناته ايه? كل واحد من ده هو عبارة عن دي بي. ده كده بالكامل دي بي. ده كده بالكامل دي بي. تمام? بتعرفه هنا مكانه. بتعرف اعداد الدي بي اللي انت هتشتغل عليه. بتبدأ تدخله المكونات. هتلاقي من ضمن المكونات هنا حاجة اسمها الام سي سي بي. هتلاقي ده موجود بوضوح في الجدول اللي احنا شوفناه من شوية. واذا بتحتاج تدخله هو كام امبير? زي ما احنا شايفين انه هو هو اربعين امبير. هتلاقي كمان هتلاقي اعدادهم واحد اربعين مية واحد اربعين مية واحد اربعين تلاتين اربعين تلاتين اربعين مية هتدخلها هتدخلها هنا عندك كام واحد اربعين تلاتين وكم واحد اربعين مية. الخنات دي هتطلت فيها الاعداد. الخنات الغمقة دي بتطلت فيها الاعداد. والخنات الفاتحة تحط فيها الاسعار. بتاعت كل دي مكونات الدي بي. بتبدأ تحط له كمان بتاع الفابريكيشن. عادة انت لما بتصنع الدي بي او بتطلق تصنيعه بيحط لك سعر للماتيريال وسعر للبوكس مع التصنيع بتاعه. في الاخر هتدي لك سعر الدي بي. بتشوف عدد الدي بي هات اللي انت هتشتغل عليها وتبدأ تدخله عددها. ازا كانت كلها متساوية عدد كبيرة فيها متساوية بتدخلها مرة واحدة. مرة واحدة بتدخلها وتحط عددها هنا. بتكرر الموضوع ده لو انت عندك كزا نوع من الدي بي هات بتبدأ تدخلها كلها ويبدأ هو يسعرها. تمام? بعد كده بتخش على الكابلات. بتبدأ تعرف برضو اطول الكابلات. ومقاساتها منين? من المخططات او من تقدر تعرف تقدر تعرف بي الامور دي كلها وتدخلها بشكل اه مباشر. بيحسب لك بتاعك وفي الاخر بتدي لك سعر سعر الماتيريال وسعر الليبر. وفي الاخر بتدي لك السعر النهائي. زي ما قلنا لو انت ما لو لو انت ليك الخبرة في آآ للامي بي بتبدأ تدخل الداتا زي ما قلنا قبل كده. لو آآ ما عندكش الخبرة دي بتجيب السعر مباشرة من وتحطه في المكان ده. زي ما انت شايف هنا بيقول لك مجرد ما بتحط بتاعك يعني او السعر اللي بيجي لك من السب هو بيبدأ هو بيبدأ يشغل البرنامج على اساس ده. تمام؟ ده بالنسبة للـ ال..اللكتريكال وورك من دمن عمال اللكتريكال وورك هي التلي كام و simplemente مازال الاااااااااااااااااااا الـ التيإيم اي تي inverول او نظام الكاميرات. التليكام بيكون عبارة عن هي اعمال السوكت الخاصة بالتليفون. بالداتا بتشوف اعدالها بردو من المخططات ت dort دي بتكون موجودة على المخططات بتشوف اعدادها مباشرة وبتجمعها وبتدخلها وبتدخلها مباشرة من المخططات زي ما احنا شايفين ده الخاص به التلفونات والساتليت والكاميرات بتبدأ تشوف الاعداد وتدخلها مباشرة في كل ده هتدي لك انت اسعار اه تستعملها هي ممكن ما تكونش اسعار اه دقيقة بالنسبة مية في المية لكن تقدر تستعملها على الاقل بتكون انت حسابة الاعداد وعندك اسعار اليونت فتقدر تعرف تقدر تعرف تعريبا السعر التعريبي للاعمال ده كده بالنسبة لاعمال لو جينا نشوف هتلاقينا هنا السناتري عبارة عن اعمال واعمال واعمال اعمال هي ما اللي هتكون اعمال مواسير توصلات المية بتاعتها اه الانواع المتعرف عليها في كمواسير بتكون اما او تقريبا جي اي الموسير الحديد. انا لو انت عندك اي نوع تاني بتقدر تستبدل المكتوب هنا بالنوع اللي انت عايزه وبتحط اسعار البايبات والاكسيسوريز في الجدول ده زي ما احنا شايفين اه بيبدأ يسعر بحتاج ان انت اه بتحط الاسعار وبتختار انت بتشتغل باي نوع فيهم يعني احنا عندنا هنا في الجدول البي بي ار والجي اي. لو انت قلت له انا بشتغل بي بير حيشغلك البرنامج على البي بي ار لو على الجي اي حيشغلك البرنامج على الجي اي باي بايت. بتحتاج كمان تدخلو انت في كل حمام بتحتاج كم قطعة من�el دي او الموسير دي والاقسسطة بتاعتها. بتحتاج аا موسير آآ تلتة ربع ang a. الالدول التلتة ربع عدد deu. الفيميل الالدول بتاعك عد اي. كام hoodie. كام Motorola. كان정이 prayer كام فالب كام ووتر ستوبر كام بايب اتنين انش كام بايب اه كام قلبو تسعين درجة كام قلبو خمسة وربعين درجة كام بايبات اتنين انش وهكذا بتدخله الكميات اللي انت بحتحتاجها في الحمام الواحد ولو حتى بشكل متوسط ده بالنسبة للووتر سابلاي هو بيستخدم الداتا دي كلها بعد كده في حساب الكوست لان اولا حظنا هنا حنلاقي ان التكلفة تقريبا ان التكلفة تقريبا في الحمام في حدود بيجمع لك الداتا دي كلها فقال لك التكلفة والله في الحمام هتكون تقريبا الف وسبعمية وتسعة وخمسين في المطبخ هتبقى تمامية وتمانين في المغاسل او لو انت عندك دابلو سي بس هيكون تمامية وتمانين برضى اه دي تكلفة الايه الموسير فقط مجرد ان انت ما بتغير نوع الموسير فبالتالي بيغير سعر الموسير وبيدي لك السعر الجديد مجرد ان انت بتغير نوع البيباط من بي بي ار لجي اي بتلاقي ان سعر البيباط او سعر تأسيس بتاع الحمام او المطبخ او المغاسل بيتغير طيب ده بالنسبة ليه اه الووتر سابلاي طيب الاعمال الخاصة بالدلينج هتلاقي هي برضو اساسا عبارة عن اه موسير وتواصلات زائد الاعمال او اطقم الحمامات نفس الموضوع بالنسبة الاعمال الديلينج انت بتدخله الكميات اللي بتحتاجها في الحمام الواحد من الموسير الصرف اللي هي اربعة بوصة ازا كان في اي انجل اربعة بوصة ازا في اه حسب بتاع البيباط اللي عندك التلاتة بوصة او اربعة بوصة بكل الاكسيس بتاعتها بتدخل الاسعار بتاعتها بالقطعة اه او بتدخل الاعداد اللي بتحتاجها لكل حمام بالقطعة بتدخل الاسعار بتاعت كل قطعة قد ايه وبالتالي هو هيحسب لك سعر اللي انت بتحتاجها علشان تعمل حمام عشان تعمل مطبخ عشان تعمل مغاسل بيكون عادة اوقات لو انت عندك في بيكون في اه بيباط اضافية عشان الارتفاعات بتحتاجها في الصرف فبتدخلوا هنا برضو الكميات بتاعتها لكل حمام وسعرها لكل آآ كمان ممكن تضيف الحاجات التانية التانية الخاصة اللي موجودة في الحمامات زي الشفاطات مسلا بتكون الحمام بيكون له مسلا شفاط ستة انش المطبخ بتحط له شفاط تمانية انش بتحط سعر الاتنين كل الدات دي لو انت عندك حاجة تانية كمان اضافية بتحتاج بتحتاجها في الحمامات والمطابق بتحط اعدادها هنا واسعارها للحمام الواحد والتالي السين مسا حيبدأ يسعر تكلفة تأسيس الحمامات والمطابخ والمغاسل قد ايه بتنزل في الجدول اللي بعده على طول بتحط اعداد الحمامات اللي عندك حسب نوعها عندك هنا اربع انواع كل نوع لو كل نوع لو في عندك اربع انواع من الحمامات مسلا كل نوع له آآ سعر الشراء هتلاقي هنا سعر الشراء بتاعه آآ لو في لو في مغاسل بس لها سعر الشراء المطبخ لو فيه آآ سعر الشراء خاص بالاكسيسر بتاعته لو كانت مسلا الاحواض او بتاعه كمان ممكن تضيف الهيترز بتاعتك اللي انت بتحتاجها كام هيتر هتحتاجه في المشروع كله الاعداد بتحطيه هنا دي دي اعداد المشروع كله كام وتر تانك وبتحط سعره وكام بمب وبتحط سعرها تمام وبتحط كمان او بتضيف سعر العمالة لكل حمام في الحمام الواحد مقطوعية مسلا الاتفاق اللي تتفق عليه مع المقاول السباكة او بياخد منك على الحمام قد اي على المطبخ قد اي على المغاسل قد اي سعر اللي هي السعر الاطقم الحمامات اللي انت هتشتريها بيجمع الاسعار دي كلها مع بعض في يطلع لك في الاخر سعر السناتري اعمال الووتر سبلاي والدلينج بتاعت المشروع كله لو حابب تعمل الاكشن ده بنفسك علشان تعرف يبقى عندك ريفرانس للاسعار بتاعتك يبقى كويس جدا حابب تجيب الاسعار مباشرة من برة هتجيب السعر من سبيشاليست ويتحطها مباشرة في المكان ده كده احنا خلصنا الالكتريكالورج والسناتري وورج بتبقى لك الفاير سيستم طبعا مية في المية انت هتحتاجت تجيب سبيشاليست عشان يسعر لك الفاير سيستم بس ازا انت حبيت تاخد فكرة عن الشغل ده هتلاقي هنا تقريبا لستة باغلب اغلب البنود اللي بتحتاجها في الفاير آآ سيستم كفاير دي اعمال اغلب البنود تقريبا لو قدرت تجيب سعر كل يونت تجيبها تحط الكميات بتاعتك من بتاعتك بتحط اه بتطلعها بسهولة وبتضيفها اه ازا انت حابب تاخد الخبرة دي وتاخد فكرة عن الموضوع دي بقى شيء كويس جدا بحيس ان انت حتى تقدر يبقى عندك فكرة ازاي تعمل مع لما يجي لك في الاخر حيطلع لك سعر ده او ان انت تجيب السعر ده مباشرة وتدخله هنا مباشرة لما تدخله كلمة السر اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي باسورد اللي هي سي ام اس كابيتل او ابر كيس وتدخله السعر بتاعك اللي انت جايبه من بعد كده بتروح على نفس الكلام اللي قلناه على انت بتروح بتجيب سعرك برضه من لو حبيت تعمل الكلام ده بنفسك بسهولة برضو بتدخل اعداد التكييف حسب النوع لو انت بتشغل مسلا ويندو يونتس عادي بتحط الاعداد بتاعتك لكل كبستي وتحط السعر لكل كبستي تمام لو بتشتغل spirit yunit نفس الموضوع لو بتشتغل spirit duct نفس الموضوع بتحط الكبسة بتاعتك والسعر والاعداد لو حتى بتشتغل package unit او poohila بتبقى نفس الموضوع بتحط الاعداد وسعر اليونت او زي ما قلنا برضه قبل كده ان انت بتجيب السعر مرة واحدة مباشرة له الساب كونتراكتور وبتحطه في المكان ده ده بالنسبة لي الحصر الكميات وتسعير اعمال الام اي بي. طيب من ده من الام اي بي المهم جدا هو الانفرا استراكشور. الانفرا استراكشور كمان زي ما قلنا برضو بتحتاج ان تجيب السعر من سبيشليست. ازا حبيت تعمل مضوع ده لنفسك علشان تاخد فكرة. في ال سيم اس بيوفر لك بي او كيو. في اغلب الاكتيفتيز مش مش هنقول كل الاكتيفتيز هنقول اعمال اعمال الاستراكشور. هتلاقيها هنا موجود اعمال الاستراكشور بتاعتك في المشروع. لو في اعمال ديمولش عندك علشان تبدأ بتعمل الاستراكشور بتاعك. لو في اعمال الطرق. وده اكيد هكون في اعمال الطرق لو انت بشغل الانفرا استراكشور. اعمال 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 الأعمال الثورج. اعمال الووتر سبلاي. اعمال هي mellevcast poorhawk. اعمال الاكتريس تي. اعمال الستر認ودار اعمال اللي انت بتبقى يبقى موجود عندك في المشروع علشان تشتغل علشان تعود اي نقص في وانت شغال. هتلاقي كل من ده في تفصيلات كتيرة جدا. بكل سهولة ازا انت تقدر تجيب الكميات تقدر تحط سعر كل يونت بتعمل كده بسهولة. عشان تطلع السعر. اه حيدي لك تقدر تاخد فكرة عن كل اعمال دي. لو قدرت تطلعها تعمل من المخططات. تحط الداتا بتاعتك دي كل لها. اه تحط لها السعر بتاعك ازا قدرت تجيب اسعار منفصلة. ما قدرتش هتعمل برضو نفس الموضوع وحتحط الاسعار كسعر اه اللمسم في في الشيت في بتاعت البرايسنج. لما نيجي عليها هنعرف لما نوصل لها هنعرف ازاي تدخل اسعارك بتاعت اللمسم. في هنا يونت كاملة او داتا كاملة خاصة بيه. حبيت تضيف الاسعار دي مرة واحدة. او انك بتحط السعر مرة واحدة لما هتجيبه من بتاعك. تحطه فين? هتيجي في الاخر الخاص بالسامري. وحتضيف المبلغ اللي انت عايز اه اللي جالك من الساب كونتراكتور. مع نسبة الربح اللي انت عايزها. بالنسبة الانفراستركشور بس انت هتحتاج تجي تحط البرايس بتاعك. السعر اللي جالك من الساب كونتراكتور مع نسبة الربح اللي انت عايزها. تمام? افترض ان احنا حاطينا الرقم ده. لو جينا نروح على البيتراكتور شفناه نازل ازاي. نروح على اعمال اللمسم. هنلاقي هنا انه في اللمسم بتاعك. في اعمال الرقم اللي بيطلع لك هنا ده هو السعر. اللي انت بتحطه في عبارة عن ايه? عبارة عن التكلفة في تكلفة في نسبة الربح. هنعرف الكلام ده آآ بعد كده بالتفصيل لما نخش في البرايسنج. هنعرف ازاي ازاي نضيف نسبة الربح على كل بنود بتاعتنا كما كل بنود المعمول لها بكده احنا خلصنا كل الاعمال الخاصة بالكوانتي كوانتيتي سيرفين. وبعد كده ان شاء الله في المحاضرة الجاية هننتقل لأعمال المانجمنت. وهنبدأ بالبوشتينج. ونعرف ازاي بيعمل للمشاريع. نشوفكم الحلقة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.